بداية أخبارنا هتكون متابعة الثورة امبارح ولازم نتابع ونشوف أخبار الثورة اللي ما هيش موجودة بس غير في قنواتهم وفي قولهم وعلى ألسنتهم لكن الواقع على الأرض طبعا كلنا شايفين وكلنا عرفنا إيه اللي حصل سواء امبارح أو كل الدعوات السبقة الدعوات للخراب الدعوات للفوضى الدعوات بس علشان هدم استقرار الوطن لكن الحمد لله زي ما ديما بنراهن وزي ما ديما بنقول إن المواطن المصري ووعي الشعب المصري وتمسكه بدولته وبحلمه وبمشروعه الوطني وبالإنجازات اللي حققها ودفع تمانها غالي صبرنا كتير في إجراءات اقتصادية بمشاريع بنشتغل فيها علشان يكون العائد ده ومردوده علينا كلنا إن شاء الله وعلى مستقبل ولادنا بإذن الله تعالى لكن كل اللي احنا بنعمله ده ما بيمنعش إن لسه الأحلام والوهم والصراب اللي هم عايشين فيه على رغم إن هم كانوا الحقيقة متأكدين وكنت بقول لها حالتكم من بارح هما ما كانوش منتظرين خروج المصريين في الشارع وحتى كان السؤال اللي على عسانهم هل ينزل المصريين ما كانش حتى الدعوة اللي هو انزل وعملوا بتاعه كان تساؤل لإن فيه خبرات سابقة المصريين فيها كانت ليهم الكلمة الأولى والأخيرة وهم اللي زي ما بتقال كده باللغة الدرجة يعني علموا عليهم فخلاص يعني هما كانوا عارفين إن مش يحصل أي حاجة لكن حلوة الروح أو برهان أو استمرارية إن إحنا لسه مازلنا موجودين في المشهد إحنا لسه التمويل يكون حلال لهم يعني فبيحللوا الكلام ده إنه التمويل يفضل مستمر ويقولوا إن إحنا لسه شغالين ولسه لنا أرضية في الشارع من مبارح للنهار ده نفس الكلام طبعا شفنا أم قالوا بعد سات الظهر وبعد كده قالوا في ساعة تسعة وقعدوا مكملين ويشوفوا إيه اللي هيحصل ونفس الفيديوهات والحاجات القديمة وحتى الفيديوهات اللي يعني كانوا عملين يتفخروا بيها لما تركز واتدأ في فيديوهاتهم ما تلاقيش حاجة أنا شفت وأكيد حضراتكم كمان شفت وتابعتوا تسمع الهتاف من شخص واحد وما أنت شايفه اللي هو اللي ماسك الموبايل اللي بيصور الناس والناس هم إيه شوية أطفال أطفال صغيرين بتسمحهم هم بيردوا هم لا حول ليهم ولا قوة مش عارفين بيقولوا إيه وإزاي بتم استخدامهم واستغلالهم بهذا الشكل لكن المشهد بشكل عام هو انتصار للدولة المصرية انتصار على أهل الشر على ناس اللي عايزة تكسر وتحبط يعني تهد حلمنا وتهد فرحتنا بأي شغل بأي إنجاز بيحصل على الأرض وكان رد المصريين بقى على مواقع التواصل الاجتماعي كان الرد العنيف وقوي المصريين اللي بجد بقى هم اللي كانوا من سنين عشرين تسعة شماتة في الإخوان وعلشان يقولوا فين الثورة بتاعتكم وطبعا الهاشتاج اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي هو بندور على الثورة مش لقينها الثورة فين يا أولاد حد لقى ثورة كلام من هذا القبيل إحنا ملحقناش نشوف حاجة طب هتعدوها إمتى يعني سخرية مرة ولازعة ونبر التهكم عالية جدا جدا أصابتهم في مقتل وفي نفس التوقيت ده إحنا عمالين نشوف بقى بقى لهم فترة وزادت كمان مبارح قوي وهنتابع ونشوف إيه اللي حصل اتهمات بقى ويتكلموا بقى عن بعض ويقولوا فيه اتهمات أخلاقية وفيه اتهمات فساد مالي وفيه اتهمات إنه والله إذا بتاخدوا الفلوس وإحنا ما بنشوفش حاجة والأجنحة بقى بتاعت قطر وبتاعت تركيا وبتاعت لندن كل الكلام ده وحتى اللي بيدعو بيدعو ليه التظاهر عمل فيديو مبارح هجوما على اللي معاه هنشوف ده لكن الأول خلينا نشوف المصريين بقى المصريين وإحساسهم إنه الناس دي بتحاول إنها تلعب مرة تانية في العلاقة القوية اللي بتربط ما بين مكونات الشعب المصري كله شعب وجيش وشرطة وكنا دايما بنقول إحنا كلنا مع بعض كلنا واحد وما يفعش أنت تتفرق ولا تقول فكان الرد القوي من قبل المصريين على محاولة التفريق ده